افتتح المعرض الدولي الأول للأمن والسلامة ساس إكسبو 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 66 شركة محلية وعربية ودولية مختصة بمجال تكنولوجيا المعلومات ويطرح المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في سوريا خدمات ومنتجات تتعلق بالأمن السبراني وأنظمة التحكم في الوصول والأنظمة الأمنية الإلكترونية وأحدث تقنيات الكاميرات والمراقبة والسلامة من الحرائق والأمن المادي بكل أنواعها وغير ذلك وعقب الافتتاح لفت وزير الاتصالات واتقان المهندس إياد الخطيب إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للاطلاع على أداء الشركات ومنتجاتها في هذا المجال وللعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة هي فرصة لا حتى نطلع على الشركات الأخرى وتجارب الدول الأخرى في استراتيجيات الأمن السبراني أو الأمن السلامي المهنية أكيد سيكون هذا الشيء سينعكس إيجاباً على العاملين في وزارة الاتصالات وخاصة هيئة خدمات الشبكة المعنية بملف أمن المعلومات والأمن السبراني في سوريا الميز هذا المعرض هو التخصص الجديد فيه كأمن معلومات واتصالات لأول مرة يقام بسوريا معرض مثل هذا التخصص نظراً لإحتياج الحالي لإله كون سوريا راحة بتجاه التحول الرقمي بالإضافة للتشريعات التي صدرت بما يخص الدفع الكتروني قررنا نشارك بهذا المعرض لأنه بيهتم بموضوع الأمن والسلامة لأنه في عنا نحن مشاريع مثل مشاريع روبوتز فيها مزودة بكاميرات وفيه إمكانية لأنه تنربط على كاميرات بمنشأة معينة جهاز التعقب له مثيلات كثير بالعالم يعني مو شي جديد بس الشيء الجديد أنك أنت عبد قدمي منتج بسعر أقل بكلفة اقتصادية من خفضة وجميع المواد الداخلة بتصنيع الجهاز التعقب متوفرة بالأسواق المحلية ترجمة نانسي قنقر